السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا .. و بسلام بكم في حلقة اديو من حلقتنا انتاصر بالمصري معكم بنحمد فاتحي وحلقة النهاردة عن فلاش انا بعشقه و الفلاش ده انا برشحه لأي حد حابب ينتقب المستوى بتاع الفلاش بتاعه ..لومستوى الاحترافي فلاش اللي معنا النهاردة هو جودكس 685 ايه ده انت مش كذا مرة تقول ان انا برشح للناس جودكس 680 ايه 685 ده وفي بعض الناس ما تعرفوش اصلا و ما تسمعش عنه في اي وقت ولاو في اي مكان ده لقيه ان الفلاش ده يعني مهضوم حقه شوية مش كل الناس بتستعملوا وكله بيجري من 680 لل 860 ده في النص كده غالبان دعونا نعمل له انبوكسن مع بعض شوف محتوىات العلبة ونتكلم عمو شوية يلا دي علبة الفلاش زي علبة اي فلاش عالي جدا جودوكس تي تي 685 سي دي يعني كانون في منه لنكون وفي منه للسوني نبت العلبة كده مع بعض هنلاقي طبعا يالبان فاش حاجة غير الفلاش والكتالوج اول حاجة يتقابلنا الفلاش في الجراب بديعوه مبطن له شوية وبعد كده الكتالوج اللي ما حدش بيقرأه على فكرة يا جماعة كتالوج ده من اهم الحاجات اللي لازم تقرأها لما تجيب فلاش هو انت لازم تقرأها لما تجيب اي حاجة عموما بس الفلاش بالذات شايفية حاجة كده احب ما بيعرفهاش فيه فلازم تقرأ الكتالوج تفهم فيه كل حاجة طبعا احنا كمان موصفاته دلوقتي اصلا نفتحهم من الجراب بتاعه هادي الجراب بتاعه نفتح الفلاش كده هادي الفلاش بتاعنا او طبعا شكله زي فلاش عالي مفوش اي خلاف دماء جودوكس اي توم مو ستين هلاقي نفس الزراير اللي ورا غالبا هي هي بالزبط الشكل الامامي بتاع فلاشات جودوكس امتا هو هو ايه تاني في الجراب فيه جيب صغير كده في الجراب فيه الهولدر بتاع بتاع الفلاش اللي هو لو حبيت تركب الفلاش عليه تثبته على ترابيزة او تثبته على فيه من تحت كده مكان المصمار اللي بيركف فيه نقف له هنا كده دي كل المحتويات العلبة معهوش اي حاجة تاني ما بيجيش بديفيوزر يعني دفيوزر ممكن نطلع هدية معه من المكان اتجابه منه مسلا ما بيجيش ببطاريات غير لو المكان اتجابه منه جايب له معه بطاريات هدية هو قلبته ما فيهاش غير الفلاش والهولدر والجراب والكتالوج ما فيهوش اي حاجة تاني بعد ما شوفنا محتويات العلبة متكلم شوية عن الفلاش ده اللي انا بحبه جدا بصراحة الفلاش ده هو اول فلاش من جودوكس فيه خاصية ال HSS اللي هي High Speed Sync اللي هي ممكن تستخدم الفلاش على شطر اعلى من واحد علامتين اللي هي في كل الفلاشات اللي ما فيهاش HSS يعني ممكن توصل بالشطر بتاعك والفلاش ده على الكاميرا اللي واحد على 8000 جزء من الثانية براحتك يا معلم دوز ما انت عايز الفلاش ده هو اقل درجة بسيطة من جودوكس 860 بس مش اقل في الكواليتي او مش اقل في جودة الاوضاء او مش اقل في حاجات دي كلها الفرق بين الاتنين ان جودوكس 860 ببطارية والفلاش ده بحجرة عبية جدا من غير بطارية بحجرة اللي هي اربعة حجرة اللي ممكن تركهم زي اي فلاش جودوكس 560 اي ترايبو من غير بطارية نفس الحجرة اللي انت بتستعملها عادي ده الفرق بين دي بين الفلاش ده وبين الجودوكس 860 طيب انا اللي مجبتش جودوكس 860 مبدئيا انا عندي حجرة مثلا عندي قطأ من حجرة فلما جيد جودوكس 860 ببطارية اصبح معاك فلاش واحد ببطارية واحدة فاصلت منك شكرا وعشان تشتري بطارية تانية بطارية الفلاشات دي غالية ممكن توصل 500 و 700 جنيه بطارية واحدة طب ليه؟ ما نجيب حاجة نفس الكواليتي بتاع الـ 860 او يا عم لو هنقول لبعض الناس نبقل اقل منه شوية مع انه مش اقل منه لحاجة نفس الخصائص هي هي بس البطاريات انا عندي طاقمين بطاريات وجبت وجبت معاها طاقم او طاقمين كمان اصبح معايا بدل الطاقم اتنين وتلاتة واربعة معنى كده انا استفدت بالقطوم القديمة اللي عندي ونفس الوقت الفلاش اصبح معايا انا في لما اكون في اردر برا معايا بدل الطاقم اتنين وتلاتة احتياطي لو بتستعملوه على فول باور بقى وانا بصار يوم كامل على الفول باور وفصلت مني معايا بديل معايا بطاريات تانية بعكس الفلاشات اللي ببطاريات اللي انا ما بحبهاش مش معنى كأنها ويحشى لا انا ما بحبهاش تاني مرة مش معنى ان انا بقول ان انا ما بحبش الفلاشات اللي ببطارية ان الفلاشات اللي بركب لها حجرة زي ده احسن او ان الفلاشات اللي فيها بطارية احسن من الفلاشات اللي فيها حجارة لا اه انا ما بحبهاها مش معنى كأن هي وحشة. طبعا الفلاش ده فيه وفي 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 وكاليمنا عنه قبل كده ان انت بتتحكم في كل حاجة في الفلاش زي الكاميرا بالضبط. هي اقتصار كلمة او بتاع الفلاش. الفلاش بيتحكم في اضغطه وقوتها والزوم بتاعه معان طريق اعدادات الكاميرا. بيشوف الكاميرا اعداداتها ايه وبوضبط نفسه عليها. وال اللي اتش اس اس اللي اتكلمنا عنه في اول فيديو اللي هو انت ممكن تستخدم الفلاش وهو على الكاميرا او مش على الكاميرا بشطر اعلى من واحد علامتين. بغاية واحد على تبانتلاف بزء من الثانية. حاجة كمان. الفلاش ده ممكن يشتغل ماستر. ماستر ايه? يعني ده مستوى شوية من من الفلاش او الاسترادامات الاضاءة او فلاشات. انك ممكن تخلي فلاش ده ماستر لكذا فلاش تاني. يعني اللي هو بيدي لكذا فلاش تاني. طبعا بيكون برضو جودوكس وبيكون في انه يستقبل يستقبل اشارات من الفلاش ده. طبعا الفلاش ده كمان الحاجة جميلة جدا واللي انا حبيتها فيه قوي. ان جواه ريسيفر. يعني لو انت حبيت تشتري تريجر جودوكس مش هتحتاج تشتري الريسيفر اللي بيركب تحت الفلاش. زي جودوكس اكس وان جودوكس اكس برو جودوكس اكس تو. التلات تريجرات دول مش محتاج تشتري معاهم ريسيفر تاني. عشان تعمل تتركب تريجر على الكاميرا. وهتعمل اعادات هنا من الفلاش ذات نفسه. ويتنبقوا متصلين ببعض من غير ما تجيب قطعة زيادة ودي حاجة حلوة جدا وموفرة. لانك في حين انت ممكن تشتري فلاش زي ده وتشتري معاه تريجر قطعة واحدة مثلا اكس وان حتة واحدة اللي هي الترانسميتر او المرسل بكمس ومئة جنيه مثلا وهنا كده كده في ريسيفر فانت وفرت ثمن الريسيفر في حين انت لو اشتريته بالريسيفر هيبقى سعره حوالي مثلا سبعمائة وخمسين جنيه او تمنمائة جنيه فانت برضو موفر. حجرة الفلاش ده لما كن معاها حجرة الفين ومسمائة امبير زي كامليون مثلا اه على الفول باور ممكن يقعب معاك لحوالي ربعمائة صورة وكسر ممكن توصل الخمسمائة حسب استراغك للفلاش ده طبعا انا زي ما قلت قبل كده ما بنصحش ان تستعمل الفول باور معظم الوقت استعملها بس مش كتير استعملهاش اردر كامل ورا بعد الفلاش ممكن يتحرق فلو انت استعملت على قوة النسق او على قوة ربع قوة الفلاش فهيديك عمره اطول للحجرة اللي في الفلاش. حاجات بقى عبية زي اي فلاش تاني يعني بيتحرك ويلف الراس الفلاش بتلف تلاتمائة وستين درجة الورا وقدام زي ما انت عارف زي اي فلاش كده كده. في شاشة مضيقة لو انت بتصور فقاعة مسلا والفيش اضاءة بينما لك بتنور في اه يعني لو سبت الفلاش في فترة ما بغير بنتستعمله هو بيعمل نفسه زي او بيوفر طاقة الحجرة. اه في زوم لحد متين ميلي. ده حاجة برضو في فلاشات تانية. حاجات مشاركة من الفلاشات التانية بس الحاجات اللي خليتني انا اشتريه شخصيا هو الاتش اس اس والنجو ورسيفر والن حقه مهضوم كده. عارفين حب الفلاش ده زي حب ان يكون خمسة تلاتمائة كده. لو بعض اشكر فيها للناس مع انها كروف فريم وكاميرا مش منتشرة او مع الناس نفسه حب للفلاش ده كده معلم في حاجة واقعة منك. في حاجة جميلة جدا واقعة منك. سعر وكم فلاش ده النهارده. النهارده سعر فلاش ده بيتراوح من الف وربعمائة جنيه ل الف وخمسمائة جنيه. طبعا باختلاف المحل. بيجي مع هجرة او ما بيجيش. في اماكن بيبديك هجرة. في اماكن ما بتدكش هجرة. طبعا فلاش ده انا جايبه. يوزد. وعشان معلومة للناس يتفرج علي. انا غالبا نص حكتي بجيبها يوزد. نص حكت اكيد اللي مستعملة. بتاعكتك كلها مستعملة. انت هتحور ع نفسك ولا ع الناس. بس وكلا يكون خلص نهارده بتاع الفلاش جو دوكس ستمائة خمسة ثمانين. الجماعة هشتروا الفلاش ده. الفلاش ده حقه مهضوم جدا وسعره كويس جدا مقابل القيمة اللي بيقدمها لك والحاجات الجميلة اللي فيه. الفلاش خاماته مش وحشة خالص. خاماته حلوة. وزي متعودين من شركة جو دوكس ان الحاجة بتطلع منها حاجات كويسة بالرغم انها شركة صيني بس حاجاتها فعلا 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 كويسة. يا ربكم استفادتوا معي وقفتت اللي عايز اشتري الفلاش ده ولو مش بقلك يريد تخليه في بالك لانه من اولويات الفلاشات الجميلة اللي انا فعلا بحبها. وعندك اي سؤال سيبولي تحت الفيديو. ولو عندك حاجة عايز تكني فيها شخصيا خصوص التصوير فيه لينك صفحة تحت الفيديو في الديسكريبشن كلمني عليها. ويا ريت لو في فيديو عقبت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.